السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلاب الصف 11 مع درس جديد من دروس مادة إدارة الأعمال وعنوان درس اليوم تصميم النظام الإنتاجي يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يعرف عوامل اختيار الموقع المناسب للمشروع يذكر أنواع التخطيط الداخلي للمشروع يوضح مفهوم المنولة وأهدافها يعرف مفهوم الصيانة وأنواعها يحدد أهمية الرقابة على الإنتاج كما ذكرنا في الدرس السابق أن النظام الإنتاجي يتكون من مدخلات الإنبوتس والعمليات بروسيسينك والمخرجات أو إدبوتس قبل أن نتعرف على عوامل اختيار الموقع للمشروع يجب أن نعرف مراحل تصميم النظام الإنتاجي وهي كالتالي 1. اختيار موقع المشروع 2. التخطيط الداخلي للمشروع 3. تصميم عمليات المناولة ونقل المواد 4. تصميم عمليات الصيانة والإصلاح 5. أخيرا التخطيط والرقابة على الإنتاج أولا اختيار موقع المشروع يعتبر قرار اختيار موقع المشروع من أحد القرارات الهمة المتعلقة بتصميم النظام الإنتاجي ويتوقف اختيار موقع المشروع على عدة عوامل منها مدى توافر شبكات الصرف 2. القرب من مصادر القوى المحركة القهرباء 3. القرب من الأسواق 4. مدى توافر وسائل النقل من وإلى المشروع 5. تكلفة الأرض وأعني بها قيمة شراء الأرض التي سيقام عليها المشروع 6. توافر الأيدي العاملة التي ستقوم بإنجاز المشروع مثل العمال، المحاسبين، الإداريين، وهكذا 7. القرب من مصادر المياه 8. القرب من مصادر المواد الخام 8. ونعني بالمواد الخام هي المواد التي يقوم الإنسان باستخدامها في الصناعة والتجارة 9. والآن عزيز الطالب افتح كتابك صفحة 150 وحاول أن تحل نشاط 4-2 10. عبد الرحمن شاب تموح بعد تخرجه من الجامعة قرر أن يبدأ في إنشاء مشروع يكون مصدراً لدخله 10. وتواجهه مشكلة في نوع النشاط واختيار موقع المشروع 11. والسؤال هنا اقترح على عبد الرحمن التالي 12. نوع النشاط الذي يمكن أن يمارسه 12. موقع إنشاء المشروع ولماذا 13. أحسنتم من الممكن أن يمارس عبد الرحمن النشاط التجاري 14. ويفتتح مشروع استثماري مثل مضارع الأسماك 15. وأيضاً يختار موقع المشروع في منطقة ساحلية على البحر أو يقوم باستئجار أرض خاصة أو حكومية 16. والسبب قرب المشروع من مصادر المواد الخام والقرب من مصادر المياه والأسواق وتوفر مصادر الطاقة والصرف الصحي 16. ننتقل للمرحلة الثانية من مراحل تصميم النظام الإنتاجي وهي التخطيط الداخلي للمشروع 16. وهنا لا بد أن نفهم ما المقصود بالتخطيط الداخلي للمشروع 17. هي عملية ترتيب الألات والمعدات داخل أقسام المشروع 18. وتتم عملية التخطيط إما حسب العمليات الصناعية أو حسب المنتج 18. سنوضح الفرق بين أنواع التخطيط الداخلي للمشروع 19. التخطيط حسب العمليات الصناعية أم التخطيط حسب المنتج 20. التخطيط حسب العمليات الصناعية يقصد به ترتيب الألات والمعدات المتماثلة والتي تؤدي نفس الوظيفة في قسم واحد 21. وأيضا تنتقل المواد الخام من قسم إلى قسم آخر حتى تصبح سلعة تامة الصن 22. بينما التخطيط حسب المنتج يتم ترتيب الآلات والمعدات على أساس خط الإنتاج 23. فيتكون الخط من مجموعة من الآلات التي يؤدي كل منها عملية تكمل العملية التي تمت في المرحلة السابقة 24. ويبدأ الخط بالمادة الخام ثم ينتهي بالمنتج النهائي 25. المرحلة الثالثة من مراحل تصميم النظام الإنتاجي هي تصميم عمليات المناولة ونقل المواد 26. فما هو مقصود المناولة ونقل المواد؟ 27. يقصد بمناولة ونقل المواد هي تحريك السلع من عملية أو من مرحلة صناعية إلى أخرى 28. وللمناولة مجموعة من الأهداف منها واحد الاستغلال الأمثل للوقت 29. تخفيض العادم والتالف من المنتجات 30. زيادة سلامة العاملين 31. رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية للعاملين 32. وأخيرا تخفيض التكلفة الكلية للإنتاج 33. ومن أمثلة أدوات المناولة والنقل 34. السيور المتحركة 35. العربات اليدوية 35. الأنابيب 35. القاطرات الجرارة 35. المصاعد 35. وآخيرا الروافع الثابتة 35. ننتقل للكتاب المدرسي 35. صفحة 152 ومئة وثلاث وخمسون 35. وحل السؤالين التاليين 4. أعطي أمثلة لأدوات المناولة والنقل المستخدمة في الإنتاج كما ذكرنا 35. السيور المتحركة 35. القاطرات 35. المصاعد 36. العربات اليدوية 36. والروافع الثابتة 37. سؤال رقم 7 38. ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة 38. ها يقصد بعملية تحريك المواد ونقلها من مرحلة صناعية إلى مرحلة أخرى 39. بالإنتاج 40. المناولة 41. التوزيع 42. التصويق 42. أحسنتم 43. المناولة 44. المرحلة الرابعة من مراحل تصميم النظام الإنتاجي 44. هي تصميم عمليات الصيانة والإصلاح 44. أي مشروع لا بد من عمل صيانة له 45. وتعرف الصيانة بأنها عملية الاحتفاظ بوسائل الإنتاج في حالة مرضية 45. فهو عمل يهدف إلى حماية أو تجديد التسهيلات الإنتاجية المتاحة 45. تنقسم أعمال الصيانة إلى ثلاثة أنواع 46. الصيانة الغير مخططة 47. أي إنه يحدث خلل مفاجئ في وسائل الإنتاج ولا بد من إصلاحه 47. الصيانة العلاجية أو الإصلاحية ويقصد بها تطوير آلات الإنتاج وإصلاحها وعلاج التالف منها 48. الصيانة الدورية وهي صيانة مستمرة للآلات والمعدات للحفاظ على آلات الإنتاج 49. من خلال فهمك لأنواع الصيانة افتح كتابك صفحة 152 و153 وأجب عن التالي 50. السؤال الخامس لعمليات الصيانة والإصلاح أنواع متعددة اذكرها 50. أحسنتم 51. الصيانة غير المخططة 52. الصيانة العلاجية أو الإصلاحية والصيانة الدورية 53. السؤال السابع 53. ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة 54. يطلق على عملية الاحتفاظ بوسائل الإنتاج في حالة مرضية 55. بالتصميم 55. الصيانة 55. التصويق 56. التغزيم 56. إجابة صحيحة 56. الصيانة 57. المرحلة الأخيرة من مراحل تصميم النظام الإنتاجي هي التخطيط والرقابة على الإنتاج 57. فما المقصود بالتخطيط؟ 58. هو تحديد الأهداف الخاصة بأنشطة الإنتاج ووضع مستويات معينة لإنجاز هذه الأهداف 58. للتخطيط على الإنتاج أهداف 58. منها أهداف كمية يقصد بها كمية إنتاج معين وجداول التشغيل ومعدل الخطأ المصموح به 59. وأيضا أهداف وصفية ويقصد بها مستوى جودة محدد خمات معينة أو نوعية طاقات محددة ومواصفات معينة 59. ننتقل للجزء الثاني وهو الرقابة على الإنتاج ويقصد بها التأكد من أن تشغيل العمليات الإنتاجية يتم وفقاً 60. ننتقل للخطط الموضوعة والكشف عن أي إنحرفات وتصحيحها 61. والآن عزيزي الطالب افتح كتابك صفحة 153 وأجب عن السؤال الثامن دع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ مما يلي 61. باء تتضمن عملية تخطيط الإنتاج تحديد الأهداف الخاصة بأنشطة الإنتاج وكذلك مستويات إنجاز هذه الأهداف 62. أحسنتم؟ 63. إجابة صحيحة 63. من خلال ما تم ذكره افتح كتابك صفحة 151 وحاول أن تجيب على نشاط 4-3 والخاص بمراحل تصميم النظام الإنتاجي 64. كما ذكرنا تمر عملية تصميم النظام الإنتاجي بعدة مراحل منها 65. واحد اختيار موقع المشروع 66. اثنان التخطيط الداخلي للمشروع 67. ثلاثة عمليات المناولة ونقل المواد 68. أربعة عمليات الصيانة 69. وأخيرا الرقابة على الإنتاج 67. لدينا حالة إدارية صفحة 154 مصنع الرخام والجراني 68. عزيزي الطالب قم بقراءة الحالة الإدارية جيدا ثم أجب عن الأسئلة التي تليها 69. وتذكر أنه يجب أن تقوم باختيار إحدى الحلول المدرجة أسفل 69. إما أعادة تصميم المبنى وتعديله لزيادة واستعاب الطاقة الإنتاجية المطلوبة 70. أو بناء مصنع إضافي بالقرب من المناطق البعيدة وجلب أيدي عاملة جديدة 71. أو الدخول في شراقة مع مصانع أخرى لاستعاب الطلب على الرخام والجرانيت 71. ننتقل للسؤال الأول وهو مناقشة الإحتمالات السابقة وترجيح الإختيار مع ذكر التعليق 72. الإحتمال الأول وهو أعادة تصميم المبنى أي أن يقوم يوسف بإنشاء خط إنتاج إضافي لتخطية الزيادة الإنتاجية المطلوبة 73. وهذا يترتب عليه تكلفة آلات ومعدات وتكلفة إنشاءات وأيدي عاملة ومصرفات أخرى كالقهرباء والماء 74. بينما الإحتمال الثاني وهو بناء مصنع إضافي فيترتب عليه تكلفة شراء أرض جديدة وتكلفة إنشاء وأيضا تكلفة معدات وأيدي عاملة 75. ولكن هذا الإحتمال له ميذة وهو أن المبنى سيكون قريب من إحدى المدن وبالتالي سيوفر لنا أو يخفض تكاليف النقل بشكل كبير 76. أما الإحتمال الثالث وهو الدخول في شراقة مع مصانع أخرى قد يبدو غير مكلف حيث إنه سيتم الاتفاق على نسبة من الأرباح أو عمولة تشغيل 77. السؤال باء توضيح أهم الاعتبارات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالة 78. الاحتمال الأول وهو محاولة ربط الطالب بمراحل تصميم النظام الإنتاجي الداخلي للمصنع 78. زائد تصميم عمليات المناولة وعمليات الصيانة والرقابة على الإنتاج 79. أشكركم على حسن الاستماع والمشاهدة وجتاكم الله خيرا مع لقاء جديد في درس جديد من دروس المادة 60. زائد تصميم عمليات المناولة variety 80. تصميم عمليات الأمر 60. زائد تصميم عمليات المناولة